الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز كتب على نفسه الرحمة الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة الحمد لله القائل في كتابه الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الحمد لله الذي جمعنا على طاعته وذكره وحبب إلينا الاجتماع على طاعته فله الحمد والمنة وله الثناء الحسن وله الشكر على كل حال اللهم إنا نحمدك بجميع محامدك ما علمنا منها وما لم نعلم نحمدك في الليل والنهار نحمدك في الفقر والغناء نحمدك في السراء والضراء اللهم لك الحمد ولك الشكر سبحانك لا نخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ورضي الله عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان الإسلام دين توازن الإسلام دين فيه توازن عجيب توازن بين أعمال الدنيا وبين أعمال الآخرة بين أعمال الإنسان في حياته في عمله في أسرته في دراسته وبين ما يجب عليه نحو الله عز وجل فالإسلام هو دين وهذه الخصلة العظيمة خصلة التوازن وخصلة الاعتدال هي التي أهلت لهذا الدين أن يستمر وأن ينتشر وأن تقبله الأجيال بعد الأجيال فهو الدين السار المفعول إن صح التعبير إلى هذا الزمان الناس لا يجدون صعوبة ولا يجدون عوائق في تطبيق شعائر هذا الدين في الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الواجبات والأركان وقد صدق الله العظيم إذ يقول في سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان شدت لي هذه الآية هذا أسبوع الحقيقة والسماء رفعها ووضع الميزان وجعلكني أجلس وأتأمل بعض جوانب دينا الحنيف فأبهرني هذا التناغم العجيب وهذا الميزان البديع بين الواجبات التي أوجبها الله تعالى علينا وبين حياتنا التي نحياها هناك تناسب عجيب خذ مثلا الصلاة أخي المؤمن الصلاة فرضت قبل أربعة عشر قرنا من الآن حين لم يكن هناك روتين للأعمال ولا روتين للمدارس ولا للجامعات وليست هناك الضوابط في الخروج والدخول وغير ذلك لم تكن لهم أعمال منتظمة مثل ما نجده في هذه الأيام في عصرنا الحاضر هناك فرضت الصلوات وصلها المسلمون ولم يجدوا صعوبة في تطبيقها استمر الزمن وجئنا في هذا القرن هناك أعمال منضبطة كل الأعمال كل الوظائف كل شؤون حياتنا أصبحت منضبطة بأوقات معينة أصبحت فيها التزامات وفيها واجبات وفيها حضور وفيها غياب وغير ذلك هل هناك مسلم يجد صعوبة الآن في أنه يؤدي هذه الصلوات في أوقاتها؟ لا هب أخي المؤمن أن الأمر الإله الأول أقر علينا وهو الأمر بصلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة أي مسلم يسعه أن يؤدي هذه الصلوات في وقتها؟ لكن من رحمة الله تعالى وهذه معجزة من معجزة الإسلام وهي التوازن البديع التوازن وأن الله تعالى يعلم أن هذا الدين الخاتم هو الدين الصالح لكل زمان ومكان وأن الناس سيطبقونه على مر الأجيال والأزمان مهما تتغيرت الأعمال وتغيرت العصور وتغيرت الأنظمة وشكل الناس حياتهم بضوابط أخرى تختلف عن الضوابط التي كانت موجودة في عهد النبوة الأولى سبحان الله والسماء رفعها ووضع الميزان إذن هذا الدين الحنيف هذه نحمته وهذا السداه وهذا عنوانه عنوانه الاتزان والاعتدال أينما ذهبت وأينما فكرت وأينما درست في أي جانب جوانب هذا الدين تجد هذه الخصيصة في هذا الإسلام التوازن والاعتدال لذلك أخي المؤمن لما جاء ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوت رسول الله ثلاثة من الصحابة قالوا لنذهب راغبين في زيادة العبادة في التقرب إلى الله عز وجل قالوا لنذهب إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل عن عبادته في السر لعله أن يكون له عبادات أخرى غير التي نعلمها وغير التي يظهرها للناس ذهب هؤلاء الثلاثة إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عباداته في السر ما قيامه صلى الله عليه وسلم ما صيامه ما هي العبادات التي يؤديها ولا يراها عموم المسلمين فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطوهم أو لم يذكروا عبادات غريبة أو عجيبة أو أشناء أو أشناء يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفها المسلمون فاستقلوا هذه العبادة استقلواها بمعنى أنهم قالوا إننا نختلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذه بشهادة القرآن إننا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لو فرضنا أنه عمل أو اخترف ذنبا ذنوبه صلى الله عليه وسلم واخطاه كلها الله سبحانه وتعالى عفى عنها فتواعدوا بمعنى أنهم عقدوا عهودا بينه وبين الله قال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل أبدا صلي طوال الليل طوال حياتي وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهرة ولا أفطر وقال الآخر وقال الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هؤلاء من هؤلاء الذين ذكروا كذا وكذا واستدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم إنما أنا رسول الله أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنة فمن رغب عن سنتي فليس مني في هذا الحديث إخوة الإيمان بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الدين بني على الاعتدال وبني على الاتزان بين أمور الدنيا وأمور الآخرة وأن المسلم إذا حاول أن يخرق هذه القاعدة وأن يفقد هذا الاتزان فلن يفلح ولن يستمر ولن ينجح لأن سر النجاح هو في اتباع التعاليم والتطبيق السليم للإسلام كما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم Brothers and sisters in Islam Today we talk about the balance of Islam 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 is a religion of balance between worshipping and between our life and this الله سبحانه وتعالى when He set out the rules of Islam based on these rules the balance and He said clearly in سورة الرحمن وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضَعَ وَوَضَعَ الْمِيزَانِ so when you when you think about about salah or siyam or hajj or zakah you find something significant about Islam it's wonderful these these rules or these these things which is obligatory on us doesn't affect our life I mean doesn't prevent our life to do our jobs or our study or to live with our families or to do other things which He needs to do in our life and this is a significant of Deen of Islam and anyone try to break these rules and go extreme he will not understand Islam and actually he can't continue because this is the spirit of our of our Deen there are three of the companions of the Prophet Muhammad went to to his to his wives and asked about the secret worship what the Prophet did in his in his houses and when the wives of the Prophet told them that the Prophet has no extra worshiping or secret ibadah he done it out of the masjid they said to me themselves we are not like the Prophet Muhammad sallallahu Allah has forgiven for him all his sins in the past and in the future so let's do something something else because we are not like him so one of him he said i will never sleep at night i will worship and pray all the night in the rest of my life the second one said i will fast all the day in my life the third one he said i will never get married when the Prophet heard this news he called him he was angry and he said this is not my sunnah this is not the way Allah taught me to practice Islam to worship Allah I am a prophet he is a prophet and he got married and he sleeps sometimes and prays sometimes and he fast some days and he breakfast some days and this is the way that Islam should be understood إخوة الإيمان الموضوع الثاني أو النقطة الثانية التي لها علاقة بهذه بموضوع الاتزان والميزان والاعتدال في الإسلام هي مسألة الثواب والعقاب في الأيام الماضية جمعتني ببعض الشباب المسلمين جلسة ونقاش حول الإسلام واحد من الشباب أو من اليانج مسلم سألني هذا السؤال أيها الشيخ تقولون إن الله تعالى هو أرحم الراحمين وهو الغفور وهو الذي يتجاوز وهو الذي لا تضره معصية العباد لكن لكن كيف ينسجم هذا مع ما يحتويه القرآن الكريم من عقوبات الجنة والنار وما توعد الله سبحانه وتعالى به العصاد كيف ينسجم هذا مع ذاك فقلت له أخي المسلم هذا بالعكد هذه تبين لنا ميزة أخرى من ميزات الإسلام وهي أن الإسلام دين عملي دين واقعي ديننا ليس يختلف عن الدين الذي يقول لك إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر الإسلام دين عملي دين واقعي دين شاء له الله عز وجل أن يعيش به الناس في حياتهم ولذلك كان دينا خاتما دينا صالحا لكل زمان ومكان وقد خم مثال الصلاة والحياة بنيت على ذلك بنيت على الثواب والعقاب إذهب إلى أي ناحية من رواحي المجتمع البيوت المدارس الجامعات الوظائف بل حتى الرياضة بنيت على الثواب والعقاب من يحسن فله الجزاء الحسن ومن يخالف فله العقوبة وهذه سنة الله تعالى التي وضعها في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا هناك قانون مرور يلزم الناس بقواعد معينة لحفظ حياتهم وحفظ أمنهم وحفظ طرقهم وحفظ سيرهم في الطريق ليس هناك من من يعترض ويقول إن هذه العقوبات التي يفرضها قانون من مرور إنها ليست عادلة كلنا نقتنع بأن هي في صالحنا وفي صالح حياتنا وفي أمننا وأمن الطريق المدارس لها قانون ولا انضباط الطالب الملتزم والذي يجد ويعمل وينضبط له الجزاء الحسن وله الشهادة وله الوظائف لا يجوز لأحد من الموظفين أن يقول إنني أعمل متى أريد وأغيب متى أريد وهذا لا يقبله أحد الإسلام بنى العقوبة والثواب على هذا الأساس العظيم ولذلك الله تعالى كما بيّن في كتابه الكريم ثوابا وجزاء عظيما للذين يعملون الصالحات هناك عقوبات لمن يخالف هذه العقوبات لكن تذكر أخي المؤمن أن الله أن القانون الإلهي يختلف عن القانون البشري من أي ناحية هناك نواحي عديدة أولها أن الله تعالى يجازي السيئة بمثلها لكن يجازي الحسنة بعشر أمثالها ثانياً أن الله تعالى إذا قرر العقوبة لعسيان أحد منا فإنه يترك لنا مجالاً للتوبة قد ورد في الأثر أن من يعمل السيئة فإن الملائكة تستأني به لعله يرجع أو يتوب يغفر لكن الإنسان لا يترك لك هذه الفرصة أمر عظيم أخير وهو أنك إذا تبت إلى الله ورجعت إلى الله واستغفرت من ذنبك من كرم الله تعالى أن يبدل السيئة حسنة قد قالها في كتابه الكريم إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً اعطني مثالاً في الوجود أي إنسان أو أي هيئة أو أي منظومة من منظومات إذا أخطأت ورجعت وتأسفت فإنها قد تمح الخطأ ولكن لا تؤجرك عليه لكن الله تعالى بعفوه وكرمه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين brothers and sisters in Islam recently I have a discussion with some young Muslims about Islam and about a punishment actually and one of them asked me this question he said you say Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful how can you justify that Allah subhanahu wa ta'ala put out set out punishment if someone disobeyed him how can match that with the quality of Allah subhanahu wa ta'ala that he is the most merciful Allah subhanahu wa ta'ala and the most forgiveness I said to him this is normal things this is show me and show you that Islam is a practical religion is a religion which its rules go side by side by our life if you look in our life every organization every place in our society have rules and if someone breaks these rules he will get punishment will get punished I said to him in school on roads at work even in sport in sport if a player breaks the rules and made something wrong he will get penalty so this is showing you that Islam is a practical religion and the opinion of punishment and reward is Islam is not strange it actually proves me to me as a Muslim that Islam is practical as Islam is its value its value continue in the whole life doesn't match just certain time and now it is invalid so the rules Allah subhanahu wa ta'ala set out for us we should to follow if someone doesn't follow these rules although Allah subhanahu wa ta'ala shows us which rights and what's wrong so there is no excuse for me for me to not obey Allah subhanahu wa ta'ala and this is a part meaning of what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran look at the Quran always you find the Quran much between the rewards and the consequence but you should remember that Allah subhanahu wa ta'ala is different from our rules as a human being Allah subhanahu wa ta'ala when you make sins Allah subhanahu wa ta'ala will open the door for you for 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 us for forgiveness more than that something subhanahu wa ta'ala is very very significant Allah subhanahu wa ta'ala promise us if you repent to Allah and make istighfar Allah will change your sins to hasanat Allah 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 arzukna al-fahmah al-sajid l-dinnina Allah arzukna al-fahmah al-sajid l-kitaab Rabbina Allah arzukna al-fahmah al-sajid l-sunna nabiina Allah arzukna nura Allah arzukna nura nudrek به الحكمة من kelâmك وال حكمة من شرعك وال حكمة من أقوال نبيك المصطفى صلى الله عليه سلم إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أصلح لنا دين الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيان التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصالنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي عقولنا نورا واجعلنا نورا كلنا يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال شبابنا اللهم أصلح أحوال فتياننا وفتياتنا اللهم أصلح أحوال بيوتنا اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين إخوة الإيمان هناك أخ من إخوتنا يعاني الآن من حالة عسيرة قد أصيب بمرض الصلاة والعفار الله وإياكم وهو يتلمس الدعاء من إخوته فنسأل الله تعالى ونحن نتوجه إلى الله بقلوب إن شاء الله طامعة في رحمته وفي قدرته وفي كرمه أن يتولى هذا الأخ بالشفاء وفي العافية اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتائد القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون